آثار شبكات التواصل الاجتماعي بين الواقع المعاش والمستقبل المنتظر هو إنوان الندوة العلمية التي أقامها التحالف الوطني للمنظمات والجمعيات الدائمة للغة العربية في شاد وقد ركزت الندوة في سلاسة محاور الأولى آثار شبكات التواصل الاجتماعي والعنف قدمها الدكتور أميني إسماعيل بركة تناول فيها مختلف مسميات شبكات التواصل الاجتماعي الأكثر استعمالا للتعبير عن الأيدولوجيات والبعض الآخر يستخدمها بطريقة سيئة لتفكيك النسيج الاجتماعي من خلال عملية التواصل أما المحور الثاني فقد تناول فيه الدكتور أثمان بشير حصب الله عن العلام والآثار الإيجابية والسلبية وأهداف التضليل والمعلومات المغلوطة التي تؤدي إلى تحريض المجتمع في قضايا معينة فيما تناول الدكتور إسماعيل محمد طاهر في المحور الأخير خطابة الكراحية دون مراعاة الجوانب السلبية التي تدفع المجتمع للوقوف في قضية لم تهم تقبها وشهدت الندوة العلمية تعقبات واستفسارات من الحضور وأشاد البعضة بهذه الخطوة الإيجابية والآخر يطالب بتنظيم ندوات مماثلة حتى تصل رسالة التلاه والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع اشتركوا في القناة